دلوقتي معد مجز لهم الأخبار مع هالة شكرا شازلي الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم يوقد اليوم اجتماعا عاجلا لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية برئاسة مصر لبحث مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمري والمتصاعد على الشعب الفلسطيني بما في ذلك العدوان الحالي على مدينة جنين ومخيمها وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك إن الاجتماع الذي سيعقد بناء على طلب فلسطين سيبحث أيضا سبل التحرك الفعال على المستوى العربي والدولي لوقف هذا العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيه وطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من جانبها حذرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من تبعات هذا العدوان وتداعياته داعية المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن والدول الأعضاء لتحمل مسؤولياتها في الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني هذا وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها لعدد من البلدات بالضفة الغربية المحتلة وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال استخدمت الدبابات والطائرات أثناء الاقتحام يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان أن الرئيس قرر وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي والاستمرار في وقف التنصيق الأمني أعلنت نقابات طبية فرنسية أن أكثر من 50% من أطباء المستشفيات في فرنسا أضربوا عن العمل وطالبت النقابات الفرنسية الرئيس إمانوال مكخان بالاجتماع بها للبحث في مطلب الأطباء بزيادة أجورهم ويطالب الأطباء في فرنسا بزيادة الرواتب وتحسين ظروف العمل في المستشفيات خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة طالب الرئيس الأوكراني فلودمير زيلانسكي نظيره الأمريكي جو بايدن بأن يضعوا أوكرانيا إلى الانضمام لحلف شمال الأطلنطي النيتو الآن حتى لو لم تحصل كياظ على العضوية إلا بعد الحرب وأضاف زيلانسكي أن بايدن هو صانع القرار بشأن ما إذا كانت أوكرانيا ستنضم إلى النيتو أم لا ومن المقرر أن يعقد النيتو قمة في لتوينيا يوم 11 والثاني عشر من يوليو الجاري حيث من المتوقع أن يناقش الزعمة عضوية أوكرانيا أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بستوريوس أن العشرات من دبابات ليوبارد ستصل إلى أوكرانيا الأسابيع المقبلة من ألمانيا والدنمارك وأضاف وزير الدفاع الألماني أن برلين وعدت بحزمة مساعدات جديدة بقيمة 2.7 مليار يورو تتضمن أسلحة أخرى ضرورية بالإضافة إلى منظومات دفاع جوي إضافية يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن القوات الروسية دمرت 16 دبابة ليوبارد التي سلمتها بولندا والبرتغال إلى كييف يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا حول الذكاء الاصطناعي لأول مرة في الثامن عشر من يوليو الجاري وقالت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودورد أن الجلسة ستبحث تشجيع اتباع نهج متعدد الأطراف في إدارة الإمكانيات والمخاطر الهائلة التي يجلبها الذكاء الاصطناعي للعالم ورياضيا اختتم المنتخب الوطني تدريباتي استعدادا لمواجهة نظيره الغيني اليوم بملعب تنجا بالمغرب في الدور النصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 وكان المنتخب الأولمبي قد تأهل إلى الدور قبل النهائي بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل